نظمت مدريات الصحة والسكان بمحافظة قنا قافلة طبية مجانية بقرية بركة التابعة لمركز ناجع حمادي ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث وقعت القافلة الكشفة الطبية على 829 مواطنا في سبعة تخصصات طبية وذلك انطلاقا من حرص الدولة المستمرة على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية القوافل تبقى فيها أكثر من ستة أو سبعة تخصصات فيه عندنا برضو معمل متخصص لجميع التحليل فيه سيداليها فيها لا يقل عن 130 صنف تصرف مجانا للمرضى فيه برضو قسم أشعة جميع الخدمات مجانية تماما للمواطن المستحق لهذه الخدمة برضو عندنا برضو خدمة علاج عن نفقة الدولة بنوفر على المريض أن يروح مشوار لمستشفى في المركز أو المدينة لحنا من جيل الغاية عنده علشان نعمل له القرار عن نفقة الدولة الحمد لله إحنا كشفنا جراحة وكشفنا مطنة وعملونا تحليل وإشاعات والحمد لله بنشكر السيسة عشان عمل لنا قافلات كله بلاش بيجي لنا مجانا هنا حتى يلاحظين درسي وخشفت على إشاعات تماما وكل حاجة بلاش بيجي لنا مجانا ويشكر السيسة اشتركوا في القناة